السلام عليكم ورحمة الله أحبانا وعزانا في كل مكان مساء الورد عليكم جميعا طريقة زراعة الطماطم من البزور موضوع سهل جدا جدا وسريع الإنبات فقلت أشارك حضراتكم معايا كيف نزرع الطماطم من البزور زراعت شوية كتجربة عندي وماشاء الله كلهم طلعوا الكلام هذا دلوقتي أخد له حوالي أسبوعين يعني عشرة يام لأسبوعين بتطول شعبان ما تنبت وهنا واحدة زرحة قلت أجرب شريحة فقط حطيتها صغيرة جدا زي هذه كان فيها 3-4 بزور في القصيص وماشاء الله برضو بدأت تطلع معايا وتكبر لو تلاحظوا هنا جماعة سهلة جدا إن انت يكون عندك طماطماية حتى لو قديمة في البيت لو قطعتها زي ما هي بالبزور ممكن نحطها في التربة أو زي ما أنا كنت عامل هنا ممكن نجيب الطماطماية ونحطها في مصفى ونضغط عليها خلص لغاية ما نطلع البزور ونشفها في منديل وبعد كده ناخدها لتنين هينجحوا معانا سواء بطريقة الفريش أو إن يكون عندنا بزور بهذا الشكل وماشاء الله لو تلاحظوا معايا فيش مشاكل كلنا عارفين طبعا جماعة الطماطم هوري حضراتكم كيف نزرحها على السريع دلوقت هي هسيبها تكبر أكتر شوية وبعدين هبدأ أفردها يعني بسج التربة بزيادة خالص وببدأ أشيل الشتلات وأفردها وأخليها زي هادي لوحديها تبدأ تطلع كل شتل أو اتنين لوحديهم مع بعضيهم هذا هيكون فيديو عن زراعة البزور وبعدين إن شاء الله أبقى أوري حضراتكم مستقبلا كيف نرعيها بسم الله لو جينا هنا كتجربة مش أكتر يا جماعة أنا عندي كتير دلوقتي وهبدأ أفصلهم عن بعض فيش أي مشاكل بنعمل حوض لو حضراتكم شايفين أنا عامل حوضين هنا سهلة جدا بنرفع رملتنا وبنزبطها التربة منتحد بتكون واخدة إذا ما كانتش بيتموس بنديها منتحد شوية أوراج شجر مع عسمات خفيف وبعد كده نغطي بالرمال وكله بيبدأ يتحلل مع بعضه نسجيها يوم اتنين ودلوقتي أنا ساجد تربة جابل الزراعة فممكن عندنا طريقتين فهذا دلوقتي حوض أهو يعني حسب المكان اللي عندك عايز قصيص عايز حوض في الأرض أو عايز الحوض يكون كبير في البيت قصيص المهم يكون فيه فتحات منتحد أما لو تربة فيش أي مشاكل بنيجي هنا عنا بزور وعنا الطماطم بكل سهولة ممكن نجرب إن إحنا ناخد شايفين حتى لو الطماطم قديمة هي الأفضل لإنها كده كده بدل ما تترمي ممكن نستخدمها هناخد كتجربة يا جماعة شايفين ممكن نحفر بالراحة ونيجي هنا برضو نعمل حفرة تانية ونحط هذه لو تلاحظوا معايا ونغطيها بيئة الرمال تمام وهنيجي جنبيها برضو وناخد مثلا واحدة تانية ونغطيها بيئة الرمال زي ما أنا عملت قبل كده سواء بزور أو منها على طول بيطلعوا فيش أي مشاكل ممكن كمان واحدة هنا صغيرة مثلا زي هادي نحطها فيش أي مشاكل تمام حطينا دلوقت التلاتة تحت الرمال وممكن نيجي هنا بقى في الزاوية اللي فضلت وناخد شوية بزور ناشفة زي كده ونزرحهم وبعدين يا جماعة طبعا ما نكترش هي مش جرجير ولا ملوخية يعني احنا ايه بيطلعوا كتير في النهاية معانا فاحنا هناخد كمية ما نكترش يكفينا هدول تجربة اللي عايز أكتر أكتر أجل أجل حسب المكان اللي عندك ونيجي هنا نبدأ ناخد رمال ونضيف على التربة من فوق عفون ونبدأ نضيف نيجي تاني نحط شوية التربة برضو فوق اللي حطناها هناك زي طريقة الملوخية والجرجير وكله شبيه ببعضه ونيجي برضو هنا تمام لو كله من الطماطم لفرش ممكن على طول تغطسها في التربة بزيادة وتسجي الأرضية لكن لو زي ما عملنا كده وحطيناها على الوش يبقى ممكن ما نسجيش ونبدأ كل يوم مرة مرتين نبخ بيئة البخاخ فقط بتاع المية زي ما حضراتكم شايفين مرة مرتين في اليوم نخلي التربة دايما مخضرة عليها من فوق هنيجي كل فترة نعمل كده لغاية ما يحصل الإنبات وبالذات لو بزور مش طماطم فرش حمرة عشان ما تتحركش البزور من مكانها ويكون كله ينبط في مكانه طبعا يا جماعة الطماطم لما تكبر لازم يحصلها تفريد شتلات هنبدأ نسجي التربة خالص عشان الجزر يطلع معنا بسهولة ونبدأ نطلع الشتلة كل واحدة على حدة في قصيص أو حوض كبير ونعمله مسافات بينه وبين بعضه الطماطم يا جماعة بتصيبها أفات كتير فطبعا كلنا عارفين لما تكبر إن شاء الله هوري حضراتكم إيش المبيد المناسب لأن بيظهر عليها البقع البكتيرية نعمل مرة مرتين في اليوم الموضوع هذا خلاص بعد الزراعة نسجي والرش لغاية ما تنبت نبدأ النسجي الأرضية بالمية العادية عشان البزور ما تتحركش الطماطم بتحب يا جماعة يكون تكون دايما زي ما قلت لحضراتكم بيصوبها أفات كتير الطربة محتاجة ما يكونش فيها نيتروجين عالي بيضر بي الأزهار وممكن تطيح جلة البوتاسيوم جلة الفوسفات برضو بيضر بالطربة أهم حاجة عنا نعليش حاجتين في الطماطم إنه يطلع معنا الأزهار وما تجاعش وما يكونش فيها الدودة اللي بتدخل في الطماطم الدودة هادي بتجي من عوامل كتيرة جدا فلازم يكون فيه مبيد هيترش عليها في الشهر كذا مرة لغاية ما تعقد السمار ونتلاشى أي حاجة وحشة تظهر في الطماطم معنا فالحيني زراعتها من البزور أفضل معاد للزراعة لازم يكون إن شاء الله في ممكن نقول من بداية ديسمبر لنهاية يناير أفضل معاد في الشتاء خلاص زراعناها من البزور مستقبلا كيف نزج التربة ونفرد الشتلات لما تكبر شوية لما تكبر خالص وتبدأ تزهر معانا كيف نبدأ نهتم بالتربة ما يكونش النيتروجين عالي ما يكونش نقص في البوتاسيوم ما يكونش نقص في الفوسفات لازم التربة تكون كويسة سهلة الصرف خصبة كل هذه عوامل بتأثر على الظهور الظهور والدود اللي بيصيب الطماطم فإن شاء الله نتكلم عنه مستقبلا في حلقات تانية كان معاكم أخوك نعمي حجاب زراعة بزور الطماطم بكل سهولة في المنزل وإنباتها سريع جدا أفضل معاد في الشتاء زي ما قلنا نتمنى الفيديو كنا للإعجاب ينردكم نتمنى الدعم والاشتراك أخوك نعمي حجاب كان معاكم بمس عليكم ونشوفكم في فيديوهات مستقبليا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته